اشتركوا في القناة الرياء من الشركة الاصر قد يصل الى الاكبر علاج الرياء الاول دراسة التوحيد لان بدراسة التوحيد تعظم من تعظم الله سبحانه اذا عظمت الله لا تبالي باحد في دين الله الثاني دراسة الشرك الثالث الدعاء فنسأل المنانا ان يجيرنا من الرياء مضاعفا اجورنا الرابع اخفاء الاعمال تخفي الاعمال الصالحة قدر المستطاع ورجل تصدق بصدق دين فاقفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه مفهوم تمام هذا كم الرابع الخامس الخامس عدم ترك العمل خوفا من الرياء انتبه لان الشيطان اما ان يوقعك في باب الرياء الشيخ او يجعلك تترك العمل خوفا من الرياء هذا امام المسجد الان اراد ان يصلي ركعتين وجاء عليه الشيطان يترك الصلاة لو ترك الصلاة وقع في الشرك ولو صل مراء يقع في الشرك ماذا يصنع صلي ودافع ولا عليك لا تترك الصلاة مفهوم ولان الشيطان اذا فتح عليك باب الرياء لا يغلق عليك قال لا تصلي لا تحسن صوتك بالقراءة لا تطلق اللحية لا تقصر الثوب لا تصنع اذا تترك الدين بالكلية صحيح نعم يقول من علاج الرياء زيارة القبور الزيارة الشرعية صح وخطأ صح وخطأ صح كيف لان زيارة القبور الزيارة الشرعية تذكر الاخرة والرياء يذكرك بالدنيا فانت اذا لعب بك الشيطان اذهب زيارة الشرعية للقبور وان شاء الله يذهب عنك ما تجد تمام نعم